اشتركوا في القناة احتوي هذا الموضوع على افكار عديدة ارجو من الله تعالى ان تساعدكم في المراجعة اذا مباشرة نبدأ بقراءة التمرين الاول اصيب مروان بطفح جلدي بعد تناوله للفور السوداني مما استدعى عرضه على الطبيب المطلوب من كابني التلميذ اولا اذكر الحالة المرضية التي اصيب بها مروان ثاليا او اثنين الف اشرح كيف يؤدي الفور السوداني الى ظهور الطفح الجلدي عند مروان با حدد نوع الاستجابة المناعية المتدخلة في هذه الحالة اذا دون عطالة ابناء التلميذ نمر مباشرة لمناقشة وحل التمرين الاول طيب نبدأ بسؤال الاول نستخرج الحالة المرضية التي يعاني منها مروان من خلال السياق ومن خلال الوثيقة المقدمة لنا اذا لدينا بان مروان تناول الفور السوداني فاصيب بطفح جلدي اذا ثم ننظر الى الوثيقة فناجد خلايا لنفوية بائية خلية صارية اي جي او هستامين فيظهر طفح الجلدي اذا كل هذه الدلائل تبين لنا بان المرض الذي يعاني منه او الحالة التي اصيب بها مروان هي الحساسية اذا الحالة المرضية التي اصيب بها مروان هي الحساسية ناتي الان لشرح كيف ادى الفور السوداني لظهور الطفح الجلدي عند مروان اذا هنا ابناء التلميذ نمر مباشرة لشرح مراحل او آلية حدوث الحساسية فقد ابناء التلميذ كملاحظة لحد الآن لم تدرج الحساسية في شهادة التعليم المتوسط اذا نحن نعرف ابناء التلميذ بان مراحل الحساسية مرحلتين اذا لدينا التماس الاول في هذه المرحلة هناك مرحلة تحسس ثم المرحلة الثانية وهي التماس الثاني مع نفس مسبب الحساسية اذا فلاكتب على النحو التاني اذا الجهاز المناعي لبروان اعتبر الفول السوداني كمولد ضد وعامل محسسا اذا نسمي مسبب الحساسية المحسس وبما ان الجهاز المناعي اعتبر الفول السوداني كعامل محسس فقد ولد ضده استجابة المناعية حادثت على النحو التاني اولا في التماس الأول بمجرد تناول الفول السوداني تعرفت عليه او على مكوناته الخلايا اللنفاوية البائية وانتجت ضده اجسام مضادة من نوع الـ EGO هذه الـ EGO اتجهت مباشرة لخلية اللنفاوية الصارية او الماسوسيت وتثبتت على سطحها فادى الى تنشيط الخلية الصارية وقامت بانتاج مادة الهيستامين وباقيت مادة الهيستامين داخل حويسلات بالخلية الصارية اذا هنا انتهت المرحلة الاولى والتماس الاول وهنا لا تظهر اي نوبة ابناء التناميل نأتي الآن للتماس الثاني بمجرد تناول الفول السوداني للمرة الثانية والذي يعتبره الاسم كمولد الظن هنا ارتبطت مكوناته مكونات الفول السوداني مع الارسام المضادة الـ EGO المثبتة على سطح الخلية الصارية او الماسوسيت مما ادى الى تحفيزها على افراز مادة الهيستامين الذي كان موجودا بداخل الحويسلات طبعا افراز مادة الهيستامين يكون بصورة قوية مما يؤدي لظهور الطفاح الجلدي اذا هكذا حدثت الاستجابة او كيفية حدوث الطفاح الجلدي بالنسبة لمروان اذا نوع الاستجابة المناعية هنا ابناء التناميل هي استجابة مناعية فورية مفرطة اذا لا يظهر اي شيء في الاستجابة الاولية او في التماس الاول اذا يظهر في التماس الثاني اعراض الحساسية وتختلف طبعا اعراض الحساسية قد تكون طفاح جلدي قد تكون سيلال للدموع او الانف الى غير ذلك من انواع رد الجهاز المناعي اذا كان هذا التمرين الاول نمر مباشرة ابناء التناميل للتمرين الثاني لفهم الاحسن لالية الحركة في الجسم اليك التجربة التالية نحضر ضفدعا حيا ثم نخرب دماغه تماما اذا ابناء التناميل الضفدع المخرب الدماغ نسميه ضفدع شوكي الضفدع الشوكي ضفدع مخرب الدماغ سليم النخاع الشوكي بعد ذلك نقطع العصب الوركي للطرف الخلف الايمن اذا نقطع بالعصب الوركي الموجود في رجله الايمن ثم ننبه نفس الطرف وذلك بوخز اصابعه كما هو موضح في الوثيقة التالية اذا الوخز هنا ابناء التناميل يعتبرك تنبيه فعال والتنبيه الفعال هنا طبعا يولد استجابة المطلوب فسر عدم استجابة طرف الضفدع للتنبيه نين ننبه الطرف الخلف الايصر استنتج الملاحظة المنتظرة ثلاثة تسمح لك النتائج السابقة باستنتاج عنصر من عناصر المنعكس الفطري اذا المنعكس الفطري نفسه المنعكس الشوكي ونفسه الحركة اللا ايرادية المطلوب حدد هذا العنصر ثانيا اذكر بقية العناصر المتدخلة في حدوث هذه الحركة اذا تمرين رائع جدا ابناء التلاميذ نمر مباشرة لمناقشة وحل هذا التمرين نبدأ ابناء التلاميذ بتفسير عدم استجابة الضفدع للتنبيه اذا ابناء التلاميذ عندما نرجع لتجربات ثم قطع اول شيء ان الدماغ مخرب لا يهمنا معنى الدماغ مخرب فالحركة التي تتم هنا لا تتم عن طريق الدماغ اذا فالحركة المعنية هنا هي الحركة اللا ايرادية قمنا بقطع العصب الورقي فلاحظنا عدم استجابة هذا الطرف اذا عندما يقال لك فسر المطوب ان تبدأ بالملاحظة ثم تفسر بدقة ابناء التلاميذ لان نقطة التفسير مذزأة كلما كتبت كلمة يغطى لك نصف نقطة او 0.25 اذا فقط تابع معي ابناء التلاميذ اذا يرجع عدم استجابة الضفدع للتنبيه لقطع العصب الوركي لا نكتفي هنا بقول العصب الوركي بل علينا ان نكتب دور هذا العصب الوركي اذا يرجع ذلك لقطع العصب الوركي للطرف الخلف الايمن فلا يتم نقل الرسالة العصبية الحسية من الجل للنخاء الشوكي فهنا عندما نقوم بوخز الجلد ستنشأ رسالة عصبية حسية على مستوى الجلد لكن هذه الرسالة العصبية الحسية لا يتم نقلها من الجلد الى النخاء الشوكي وبالتالي لا يتم ترجمتها ولا يتم تحويلها الى رسالة عصبية حركية بفضل النخاء الشوكي وبالتالي لا يتم او لا يستجيب الطرف المنبع اذا هكذا يكون التفسير ابناء التنميذ نأتي الآن للملاحظة المنتظرة عندما نقوم بتنبيه الطرف الخلفي الايصر اذا هنا ابناء التنميذ لم نقطع اي شيء في الطرف الخلفي والايصر فالملاحظة هنا ان الطرف الخلفي الايصر او ان الضبتع سيستجيب على مستوى الطرف الخلفي الايصر وسيقوم بسحب رجله نأتي الآن للسؤال الموالي وهو مكمل للسؤال الثاني أذكر العنصر المقصود هنا إذن العنصر المقصود هنا نقارن بين التجربة الأولى والتجربة الثانية الفرق بين الضفدح في الحالة الأولى عندما قمنا بتنبيه الرجل أو الطرف الخلف الأيمن والطرف الخلف الأيسر هو أن الطرف الخلف الأيمن قمنا بقطع العصب الورقي إذن فالعصب الورقي هنا هو العنصر المقصود فيلعب دور الناقل إذ يقوم بنقل الرسائل العصبية الحسية من الجلد باتجاه النخاع الشوكي ويقوم أيضا بنقل الرسائل العصبية الحركية من النخاع الشوكي إلى العضو المنفذ نأتي الآن لذكر بقية العناصر المتدخلة إذن هنا سيتدخل الجلد كمستقبل حسي يتدخل النخاع الشوكي كمركز عصبي يقوم بتحويل الرسائل العصبية الحسية القادمة إليه من الجلد إلى رسالة عصبية حركية وأيضا نجد العضلة كعضو منفذ طبعا تستجيب بالتقلص إلى أن كان هذا التمرين الثاني لمر مباشر أبناء التلميذ للوضعية الإدمارية تعالي نسرين من عدة أعراض مرضية تمثلت في طباطف النمو شحوب وصفرار الوجه وهشاشة العظام وهذا راجع لإصابتها بداء مرضي منذ أن كانت صغيرة نتيجة تناولها بعض الأغذية التي تحتوي على مواد معينة نسرين من عائلة ذات مستوى معيش جيد ونظامها الغذائي كامل ومتنوزن السند الأول مقارنة شكل الزغابات المعوية بين نسرين وبين شخص سليم السند الثاني السلياك هو مرض يصيب الأمعاء الدقيقة بسبب الحساسية من تناول بعض الأغذية التي تحتوي على الغلوتين وهو بروتين يتواجد في أغذية كثيرة من بينها القمح وغير متواجد في الأرز والذرة ويسبب الغلوتين التهاب الجدار الداخلي للمعي الدقيق وإتلاف الزغابات المعوية نمر الآن للسند الثالث مقارنة عدد الزغابات المعوية عند نسرين ومع شخص سليم الجدار الداخلي للمعي الدقيق لشخص سليم عدد الزغابات المعوية كثير جدا بينما الجدار الداخلي للمعي الدقيق عند نسرين عدد الزغابات المعوية قليل جدا أما السند الرابع فمقارنة طنبية المغذية الممتصة عند نسرين مع شخص سليم نأتي إلى العناصر الكالسيوم الأحماض الأمينية الحديد والويتامين بي بالإسباع الكالسيوم كمية المغابيات 1271 ميليغرام الكمية الممتصة عند شخص سليم 1080.35 ميليغرام بينما تصل الكمية الممتصة عند نسرين فقط 571.95 ميليغرام الأحماض الأمينية كميةها 70 ميليغرام إذن الكمية الممتصة عند شخص سليم 52.40 ميليغرام بينما عند نسرين فقط 31.50 ميليغرام كمية الحديد 8.47 ميليغرام الكمية الممتصة عند شخص سليم 7.20 ميليغرام بينما عند نسرين فقط 3.81 ميليغرام الفيتامين بي الكمية كمية الممتصة عند شخص سليم 126.65 ميليغرام بينما الكمية الممتصة عند نسرين فقط 67.50 ميليغرام التعليمات بالاعتماد على مكتسباتك الخاصة وعلى السياق والسندات أجب عما يلي بين المرض الذي تعاني منه نسرين حدد سببه بدقة نين قدم تفسيرا للأعراض التالية التي تعاني منها نسرين تباطئ النمو شحوب وصفرار الوجه وهشاشة العظم أخيرا اقترح نصيحتين على والدي نسرين حتى تستعيد حالتها الطبيعية وضعية إدماجية مهمة جدا أرجو منكم أبناء التلاميذ التركيز معي جيدا في حلها ومناقشة نبدأ بالسؤال الأول وتحديد المرض الذي تعاني منه نسرين وتحديد سببه بدقة إذن من خلال السياق والسندات الأول والثاني والثالث ومكتسبات القبلية فإن سلبة أو فإن نسرين تعالي من مرض يدعى السياق وهو مرض ناتج عن حساسية لبروتين الكلوتين الذي يسبب التهاب الأمعاء الدقيقة وبالتالي إتلاف الزغابات المعوية حيث بين السند الأول صورة لزغابات نسرين قصيرة وبين السند الثالث أن عدد زغابات نسرين قليل مقارنة مع شخص سليم والآن نمر لتقديم تفسير علمي للأعراض التي تعاني منها نسرين من خلال السياق والسندات الأول والثالث والرابع فإن سبب الأعراض التي تعاني منها نسرين يرجع لقلة زغاباتها المعوية وبالتالي قلة المغذيات الممتصة على مستوى الزغابات المعوية والتي تدخل في بناء الجسم ونشاطها نرجع فقط للجدول آخر جدول تعرفنا عليه من خلال هذا الجدول نجد بأن كمية المغذيات الممتصة عند نسرين أقل بكثير مقارنة مع شخص سليم ونحن نعلم بأن المغذيات لها دور في العضوية فالكالسيوم يدخل في بناء العظام الأحماض أمينية في تركيب البروتينات الحديد يدخل في تركيب هو والفيتامين بي في تركيب الدم إذن فنقص هذه المغذيات بالضرورة سيؤثر سلما على سلامة الجسم وتظهر مختلف الأمر نأتي الآن لتفسير هذه الأعراض كل على حدة إذن يرجع تباطئ النمو عند نسرين لنقص المغذيات التي تدخل في النمو إذن المغذيات التي تدخل في النمو والمتمثل أساسا في الأحماض الأمينية الأحماض الأمينية هي أغذية بناء ونمو وصيانة الجسم أما شحوب الوجه وصفراره فيرجع لإصابة نسرين بفقر الدم نتيجة نقص الحديد والفيتامين بي المتدخلاني في تركيب كوريات الدم الحمراء أما هشاشة العظام فترجع لنقص الكالسيوم الذي يدخل في تركيب العظام إذن هذا هو التفسير العلمي لمختلف الأعراض التي ظهرت على نسرين نأتي الآن إلى آخر سؤال معنا واقتراح نصيحتين لوالدي نسرين حتى تستعيد عافيتها إذن خلال السياق والسرد الثاني أقترح على والدي نسرين ميلي أولا تجلب إعطاءها أي غباء غني أو يحتوي بالغلوتين كالقمح ثانيا إعطاؤها أغذية خالية بالغلوتين كالأرز والذراء وغيرها من البدائل الصحية وصلنا لنهاية الفيديو أرجو من الله تعالى تكونوا قد استفدتم أبناء التنميذ من هذا الاختبار لمزيد من الاستفسارات أتركوا لي تعليقات وسأجيبكم بإذن الله تعالى دمتم أبناء طيبين وإلى لقاء آخر في فيديو آخر بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر